اشتركوا في القناة وبلوغ يوم عرفة وبلوغ يوم النحر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذه الأيام المباركات التي ينبغي للعاقل أن يحرص فيها على التحلل من كل مظلمة لأحد من البشر أقول في مثل هذه الأيام ونحن نعيش أجواء العصر الذي نعيش فيه والذي حصلت فيه الكثير من التقنيات والأمور المستحدثة التي لم تكن لا في عصر نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عصون خيرية لاحقة وهذه الوسائل إن استعملها الإنسان بعقل وحكمة ووفق ما أمر الله جل شأنه كان فيها الخير العميم وإن كان غير ذلك فهو غير ذلك كذلك الإحسان في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤسف له اليوم أن الكثير من الناس استهانوا بكلمة أو تعليق أو إشارة يضعها تعاونوا في المسألة وظنوا أن الأمر هين وما التفتوا إلى قضية جوهرية في التعامل مع هذه الوسائل المختلفة أن أثر هذه الكلمة أو الإشارة التي تضع أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في السابق قد يقول قائل أفي وسائل التواصل كذلك هناك غيبة وهناك نميمة وهناك سخرية وهناك قلنا ونؤكد أن الأمر لا يتعلق بالوسيلة وإنما يتعلق بأصل المسألة وجذورها هناك غيبة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد هناك سخرية هناك تنمر كما يطلق عليه هناك عشرات الأشياء الممارسات التي ورد أصل النهي عنها في كتاب الله جل شأنه وفي سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحين تنظر إلى طبيعة الأثر الممتد عبر الزمان والمكان من خلال النشر في وسائل التواصل ستجد أن الأثر قد بات عمق وأخطر وأشد وأوسع انتشارا مما يترتب عليه كذلك نزيد نزيد من الأوزار التي يحملها الإنسان إذا لم يحسن التعامل مع هذه الوسائل نعود فنقول أطفا على ما ذكرناه في المرة السابقة وفي الحلقة السابقة حين قلنا بادروا برد الحقوق إلى أهلها ورد المظالم إلى أهلها والتحلل من تلك المظالم قبل فوات الأوان ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في حديث صحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم بعد كل هذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إن لم نتحرى هذه الأيام المباركات وتحقق فينا هجرا حقيقيا لما نهى الله عنه وتكون الأعمال الصالحات الخيرات وكثرة الذكر والتهليل والتسبيح محفزا ودافعا لنا لأجل أن نتأمل وأن نراجع في حساباتنا ونتحلل من تلك الأوزار التي على أكتافنا فمتى يكون ذلك؟ واحد من أعظم الأعمال في هذه الأيام التحلل من كل ما يمكن أن يشكل وزرا أو عبءا ثقيلا عليك وخاصة ما يتعلق بحقوق الآخرين بالأمس تكلمنا إلى حد كبير ربما فهم البعض أن المسألة تتعلق فقط بالحقوق المالية وأداء الأمانات إلى أصحابها الأمر أوسع وأشمل وأخطر حين يتعلق كذلك بالحقوق المعنوية وسائل التواصل الاجتماعي اليوم التي يستعملها كثير من الناس دون أن يلتفت إلى آدابها دون أن يلتفت إلى ما ينبغي أن يكون فيها من مراعاة الله سبحانه وتعالى ومراقبته إن الله كان عليكم رقيبا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللفظ لا يكون بالضرورة مجرد التلفظ من حيث القول باللسان حين تعبر عن تلك الألفاظ بكلمات أو إشارات تكتب وتنشر على أوسع نطاق وحتى على نطاق ضيق الأمر أخطر ما عادت مجرد كلمة تقولها في أذن صاحبك أو قريب لك في مجلس بسيط أنت تنشر ثم تعجل في الحكم على الأشياء ثم إرادة كذلك في بعض الأوقات والأحيان الإساءة إلى شخص ما واحدة من أعظم الأعمال التي تتقرب فيها إلى الله جل شأن أن لا يحمل قلبك ولا صدرك ضغينة لأحد من الناس تقول لي ولكن هب نحن بشر في النهاية هب أني أحمل شيئا في نفسي اتجاه أحد من الناس انتبه وأحسن إلى نفسك بأن تبقي تلك المشاعر السلبية في صدرك حبيسة في صدرك ولا تحول ذلك الكره إن لم يكن ذلك الكره لشيء يتعلق بأمر الله أو بفعل محرم قد قام به ذاك الشخص لا تحول تلك المشاعر إلى أفعال أو أقوال أو كلمات تنشرها لمجرد أنك لا تستلطف ذلك الشخص فتكتب أو تنشر عن أو تذيء عن ما ليس فيه هذه واحدة من أعظم الإشكاليات هذه الأيام المباركات حري بنا أن نحسن إلى أنفسنا أولا وأعظم إحسان للنفس أن تلجمها عما يغضب الله سبحانه وتعالى مهما كانت لديك من أحاسيس أو مشاعر قد لا يؤاخذ الله جل شأنه بتلك المشاعر إن جاهد العاقل نفسه فلم يحول تلك المشاعر والعواطف والأحاسيس إلى أفعال إلى محرمات إلى مكروهات فيها إساءة إلى الآخرين فيها اعتداء على الآخرين فما يتعلق بالآخرين ينبغي أن يكون سياجا عاليا بينك وبين وأن تحلل وتتحلل من كل تلك الأوزار بمعنى أن تتحلل ممن قد أسأت إليهم طالما أن فيك أنفاس الحياة لأن الحساب عسير على تلك الأمور المتعلقة بحقوق العباد اغتبت إنسانا بأي وسيلة أو شكل في قول في مجلس فيه وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي انتبه وبادر وحاول أن تصحح ما قد فعلته وما قد أسأت فيه حتى إن شرت عنه ما يسيء إليه أو إلى سمعته بادر بمحو ذلك عجل بمحاولة أن تصحح ذلك الخلل تعلم أدب الاعتذار إلى الآخرين ولا تخجل من الشعور بأنك قد أخطأت أو الاعتراف بأنك قد أخطأت وتراجعت عن ذلك قدوتنا في كل ذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحبيب الذي امتدح خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم هذا الذي كان خلقه القرآن يخرج أمام الخلق أمام من علم أمام من أرسل إليهم ليقدم الأنموذج الأمثل عملا وحقيقة دون خجل ولا مراعاة لماذا سيقول الناس عني أو كيف ستتغير نظرة الناس إلي المهم أن يتحلل من كل الحقوق التي يمكن أن تكون لأحد من الناس علي فليقتص مني من كان له عندي مظلمة من كان له عندي حق من كان له كذا هذا النموذج العظيم حري بنا في مثل هذه الأيام المباركات أن نفعله في ممارساتنا وحياتنا وعلاقاتنا وكلماتنا وإشاراتنا وأن نراقب الله جل شأنه فيما نقول وفيما نتلفظ به وفيما نكتب أو حتى ندون من إشارة عابرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته